كمالة الرد على نبوة ثقبو يديا ورجليا اللي هي في مزمور 22-16 والجزء ده هناخد فيه الرد على بعض الاعتراضات على النبوة اللي شرحتها حضراتكم عارفين وتكلمنا عنها المرة اللي فاتت شرحت باختصار موضوع ثقبو يديا ورجليا في الملف اللي احنا درسنا المرة اللي فاتت والخلاف على حرف الفاف واليود كارو وكاري كارو كاف الف ريش فاف اللي تعني ثقبو كارو تعني ثقبو يديا ورجليا واللي دين طبقت تماما في أحداث صلب المسيح واللي مناسب للي بيتكلم عنه المزمور أما كاري باليود مش بالفاف اللي تعني كأسد واللي ادعى البعض ويحاولوا يستشهدوا بيها على انها كده تنفي انها نبوة عن المسيح وصلب المسيح الفرق زي ما قلت لحضراتكم هي ما بين الفاف الطويلة شوية واليود القصيرة اللي تشبهها كتير ولكن اشبه منها حاجة بسيطة قدمت الجزء اللي فات الجزء الاول التراجم المختلفة وبخاصة القديمة اللي اقدم الانجراد زي السبعينية واللاتينية ومخطوطات قمران وتحليلات لغوية كتيرة جدا وأدلة داخلية تؤكد بما لا يدع مجال الشك ان النص الأصلي فقابوا يديا ورجليا وليس كأسد يديا ورجليا اللي مفهاش فعل وخطأ تماما ولا تتفق مع سياق الكلام وكل الأدلة اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل لكن لما عملت الموضوع ده من فترة طويلة كانت جاتني بعض الاعتراضات اللي حاول يقولها البعض اللي بيحاول ينكروا نبوات العهد القديم اللي بتزعجهم جدا وجود نبوات بهذه القوة عن الرب يسوع المسيح وانطبقت عليه بشكل لا يصلح تماما ان يكون بالصدفة فقالوا ايه الاعتراضات على كلامي؟ قالوا التالي قالوا كلمة كارو دي مش كلمة عبرية ما عندناش في العبرية كلمة كارو به الحروف اللي هي كاف ألف ريش فاف والكلمة دي عمرها ما استخدمت في العهد القديم لكن كلمة كاري وده اعتراضهم التاني اللي هو كأسد دي تكررت عدة مرات بما فيها نفس الاسحاح بنفس الحروف بطريقة متطبقة ثلاثة قمران اللي احنا استشهدنا بيها قالوا على فكرة كلمة يدي دي جاية للمؤنس فثقبوا يدي بس يدي للمؤنس أربعة ادعاء ان المعنى ان جماعة اشرار احاطوا بي كأسد يدي ورجلي قالوا قاضي واضحة الأسد ده على داود فداود بيقول على ايدي ورجليه عاملين زي الأسد خمسة ما يثبت انها مش نبوة على المسيح او العهد الجديد ما اقتبسهاش لو كانت نبوة كان اقتبسها العهد الجديد ندرس الخمس نقاط تباعا واحدة تلو الأخرى من الاعتراضات اللي قدموها وافتكروا انه همان كده عرف يرد واحد كلمة كارو اللي هي ثقبوا دي مش كلمة عبرية يا سلام وما فيش كلمة عبرية بيها الحروف اللي هي كاف أليف ريش فاف ولم تستخدم ولا مرة في العهد اللي طب نشوف الحقيقة الكلام اللي قاله الأخ العزيز المشكك غير صحيح بالمرة ويوضح ازاي يا اما فعلا الهجوم للهجوم او عدم تعمق كافي لان النقطة دي شرحة كتير من علماء اللغة العبرية في العهد القديم ما يتدعي ان جاءت كلمة كارو اي ثقبوا وتتكتب بالأليف وتتكتب مرة بدون أليف يعني كاف أليف ريش فاف او كاف ريش فاف بدون الأليف فمرة تتنطق بالفتح بدون أليف ومرة تتكتب بالأليف فكارو دي تتكتب بالأليف وبدون أليف وليها نفس المعنى الموضوع ده ده مش حاجة عجيبة ولا غلط ده حصل في عدة أفعال في العبرية أقدم مثال في سفر هوشة عشرة أربعتاشر في فعل يقوم يقوم ضجيج في شعوبك كلمة يقوم الكلمة دية اللي جات بهذا المنظر قدام حضراتكم كويس الفعل العبري كوم كوف أليف ميم يعني يقوم اللي تكتب هنا بأليف ممكن ما يتكتبش بأليف ويتكتب بفاف مكانه لأن الأليف هنا مضمومة فممكن يتكتب في العبري كوم كوف أليف ميم أو كوف فاف ميم بعلامة داكش وهزاخ للميم مش بالألف مش بالأليف والأتنين جوم في العهد القديم كوم اللي هي بالألف المضمومة وكوم اللي هي بالفاف إيه الموضوع ده لأنه ده موجود في العبري ما يسمى بالميتا ألكتينوس وهو استبدال الفاف أو تضم بالأليف أو تزيل الأليف وتحط الضمة أو الفتحة نفس الأمر بفعل كارو كاف أليف ريش فاف ممكن يتكتب بدون أليف وبرضه تتنطق بالفتحة وبرضه بيجي منها التصريفين الفعل بتاعها أو للمضارة اللي هو كاف أليف ريش أو كاف فاف ريش كمتبادلين حسب اسلوب الكاتب فاليهودي اللي يدعي أن كارو ليست كلمة عبرية لأن بها أليف مكان الفتحة الحقيقة غير أمين وإلا أصبح يقول عليه أن فعلكم اللي تكتب بالأليف اللي تكتبت في هوشع زي ما قدمت لحضراتكم ده برضو كلمة مش عبرية طبعا لا ما يقدرش يقول الكلام ده ففعل كارو يعني ثاقبو يتكتب بالطريقتين والاثنين صح من تصريف من مصدر الفعل وهو كارا كويس اللي هي تعني حافرة حافرة ثقب فتح طيب بلاش القواميس اللي يمكن يكون القواميس ده عملها مسيحيين كفرة نخلينا في القواميس اليهودية قواميس لهدية زي ديفيد إلون وبابيليون وغيره أيها الكلمة كارو معناه ثقب فكارو تستخدم كفعل وتستخدم بأليف وبدون أليف وقتت بهذا المنظر بدون أليف في بعض الأعداد زي أيوب 41.6 هل تحفر جماعة الصيادين لأجله حفرة كلمة تحفر كارو بدون أليف ولكن مفتوحة قدام حضراتكم أهو علامات التشكيل فمقبول تماما أن تتكتب بالطريقتين وبخاصة تطور اللغة ما بين أيوب وما بين داود ما يقرب من الألف سنة وأيضا بتصريف فتحة اللي هي كريت بالسفر المزامير 46 أوزني فتحة كريت وأيضا بتصريف حفرة اللي هو كراه اللي هو في سفر المزامير 7-15 وغيره كتير جدا فهي فعل لي تصريفات مختلفة من مصدر اللي هو كري أو كراه عشان كده التراجم القديمة ما كانتش شايفان هي كلمة مش عبري لا سمح الله لا كانت شايفاها كلمة عبرية عادية عشان كده حتى السبعينية زي ما قدمت من القرن الثالث قبل الميلاد ترجمتها عادي إن هي تبقى ثقب أيضا الفولجاتة التين من القرن الرابع الميلادي برضو كتبتها سقب البشيتة الأرامل القرن الرابع الميلادي وترجمتها الإنجليزية وكله دلها قبل مخطوطة ليننجراد كتبتها برضو سقب وتعليق البشيتة إن هي مأخوزة من المخطوطات اللي موجودة في القرن الرابع الميلادي في هذا الزمان وبكده كل المصادر الأديمة والحديثة غير مخطوطة ليننجراد كتبتها بما لا يدعى مجال للشك إن الكلمة ثقبو كلمة عبرية صحيحة مفهومة ومستخدمة وأصلية وما عندهمش أي مشاكل فيها فكل دولة ما كانوش لسمح الله فاهمين إن الكلمة دي مش عبرية وملهاش معنى في العبري ورغم كده فهموها كويس وعرفوا يترجموها بالطبع حطت لكم في الملف لفات كمية تراجم كثيرة جدا إنجليزية في الملف الأول باختلاف مرجعيتهم ومدرسهم كلهم ترجموا الكلمة فكلهم ترجموا كلمة هي ملهاش معنى في العبري وصلنا للدرجات دي طيب ما نبص لليهود أنفسهم بعد ما رفضوا الرب يسوع المسيح وبدأوا يحرفوا معنى النبوات عشان ينفوا انتوا بقى على الرب يسوع المسيح مش في القرن العاشر الميلادي لكن قبلها برضو كلمة كانوا قدامهم فاهمينها إزاي نسختائي ترجمة أكيلا الشهير اللي هو يعني مرة ترجمها بـ لأن كلمة كارو حاولها بدل ثقبه وحاولها شوه يديا ورجليا ما كتبش أسد وترجمة أكيلا التانية ترجمها إلى كلمة ربطو يديا ورجليا في النسختين بتاعة أكيلا اللي هو أو عقيلة واحد واثنين كلام ده في القرن التاني الميلادي يعني حتى القرن التاني الميلادي الكلمة موجودة عندهم اللي هي كلمة كارو بس حابوا يغيروا ترجمتها بدل ما يترجموها ثقبوا قالوا شوهوا ده اللي عملوا اليهود وزي ما وضحت لحضراتكم لكن تركيب كأسد يديا ورجليا ما ينفعش ليه؟ لأنه لغويا غير صالح لعدم وجود فعل عشان كده الترجم الأرامي أضاف فعل فالترجم الأرامي بتاع اليهود عمل إيه؟ كأسد عض يديا ورجليا هذه العمله الأرامي كترجم زي بايت like allowing my hands and my feet عض كأسد يديا ورجليا بل حتى راشي لما جه يفسر هذا العدد اضطر في تفسيره يكتبه يحط فيه فعل لأن العدد مفهوش فعل لو مشينا كلمة كأسد like lions they mall my hands and my feet كده كلوا دول يأكدوا لحضراتكم من الكلمة أصلا كارو والتركيب اللغوي ما ينفعش إنه يكون الجملة دي بدون فعل لكن الصحيح اللغويا ثقبوا لأن ساعتها تكون الجملة واضحة وكملة وتناسب الكلام اليهودي القديم وتناسب كل الترجمات القديمة وتكون الجملة بيها فعل ثقبوا يديا ورجليا والكلمة العبريا المعروفة عند اليهود القدامى بل حتى الرباي الشهير بن خيهيم قال إنه الكلام ده في زي ما سوراه في فينال زي فورث فوليوم وفي زي ساكن ربياني ربياني كالبيبل إنه قراءة كارو اللي هي ثقبوا موجودة في المخطوطات قدامه وعشان كده طلع يفسر يقول إيه بيكتبوا مكتوب اللي هو كتيف كارو يعني المكتوب بالحرف كارو ثقبوا وقيري يعني يقرؤوها كاري اللي هي القاعدة الكيري وكتيف في العبري أو القراءة والكتابة يكتبوها ففي زمنه كانوا يكتبوها كارو لأن ده الموجود ثقبوا لكن يقروها كاري كأسد فبيقول أنا لقيتها في المخطوطات القديمة كارو ده بيشهد ده المكتوب الكتيف التكشوال ريدنج لكن نقراها إيه؟ كاري هذه الراجل بيشهده نصا فناخد كلام اليهود الحدى سياهم الحلوين دولة ولناخد أسادزت أسادزتهم من الربوات الأدامة اللي بيشهدوا أن المخطوطات بين إيديهم كانت فيها كارو يعني ثقبوا بالإضافة المخطوطات كمران بل حتى الكتاب اليهود أيضا القدامة قالوا كارو ثقبوا ده عن الميصايا اللي لسا مستنين يعني آه أقارن هي كارو ولكن ده على الميصايا اللي لسا عادين مستنين فكل العلماء اليهود الأدامة دولة قالوا كده رغم أن أمامهم كلمة مش فهمينها في العبري ليس لها معنى الحقيقة اللي يجي أدخن ما عنده هو بس يدعي لها ده مش كلمة عبرية تقولوا إيه ده يا إما غير أمين يا إما مش عارف العبر كويس لأن أساد زيت أساد زيته وأكدوا أنها كلمة عبرية معروفة وموجودة في مخطوطاتهم القديمة وتصريف معروفة نيجي للإدعاء التاني كاري كأسد جات عدة مرات في هذا الإصحاح بنفس الحروف بطريقة متطبقة تماما متأكد اللي يقولي الكلام ده غير أمين يعني كلمة أسد تكررت عدة مرات في نفس الإصحاح وعلى عكس ما تدعى جات بشكل مختلف المشكك ده رفض كاري عشان فيها أليف اللي ممكن تستخدم بأليف وبدون أليف يعني ما تستخدم بأليف أو بفتحة فرفض كاري بحجة أن فيها أليف والدعان هي كلمة مش عبرية رغم أن ده معروف في قواعد العبرية ولكن يضحك علينا ويقولينا أن كاري كأسد جات بنفس الحروف والحقيقة العكس كلمة كاري أو كلمة آري أسد ست مرات في المزامير تأتي بحرف هي في النهاية أليف ريش يود هي وتنطق آريه جات بالشكل ده 24 مرة في العهد القديم مرتين منهم في نفس المزمور زي سفر المزامير 22-13 العدد نتكلم عليه هو عدد 16 عدد 13 فغروا علي أفواههم كأسد أهي فيها حرف الهي العبري أليف ريش يود هي وليس آري زي ما ادعى فليقول إن هي متطبقة لا الحقيقة غير أمين عدد 21 يعني العدد اللي قبله بثلاثة أعداد والعدد اللي بعده بخمس أعداد خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي برضو جات آريه وليس آري بل الكلمة اللي جات فيها كأسد بي الكاف في أول الكلمة برضو جات كآريه في مزمير مزمور 7-2 لقال لا يفترس كأسد نفسي هاشماً إياها كآريه وآدي حرف الهي أيضاً مزمور 10-9 يكمن في المختفى كأسد كآريه أيضاً مزمور 17-12 مثل الأسد كآريه إلى الافتراس فحتى الأسلوب اللغوي الواضح لسفر المزمير لداود كلمة آريه بتيجي بحرف الهي للتعبير عن أسد وحتى للتشبيه كأسد كآريه وما استخدمهاش داود ولا مرة آري بدون الهي فليه نفترض أن فجأة داود النبي غير اسلوبه يكتب كلمة آري بدل آريه هذا يرجح أن لو كانت الكلمة تعني أسد كان مفوض لازم داود يكتبها كآريه وليس كآري وبناءً عليها تبقى الكلمة ليس صح هذا أسلوب داود يبقى الكلمة الأصلية كارو هي ثقبه هي الصحيحة الادعاء الثالث قمران اللي انتوا استشدتوا بيها جاية كلمة يادي للمؤنس اولاً دا ليؤثر على أصالة كلمة ثقبه كلمة ثقبه موجودة في مخطوطات قمران فسبت كلمة ثقبه ورجيت على كلمة تانية في مخطوطات قمران ليه؟ الحاجة التانية مع ملاحظة يوجد مخطوطين في قمران لهذا الجزء متعارفين فيه عدة مخطوطات للمزامير في قمران بعضها المزامير نصاً وبعضها التانية مكتوبة على المزامير فمخطوطة قمران 4Q88 قدام حضراتكم الكلمة اللي موجودة كارو وكلمة يادي كلمة يادي للمذكر واللي عايز يتأكد يقدر يرجع لوجس بايبل سوفتوير 4Q88 ويتأكد من هذا الأمر كلمة يادي مذكر أيضاً في مخطوطات قمران فكلمة كارو يادي عشان كده موقع ترجمت مخطوطات قمران في الصورة دية لما ترجمها كتب ساقبوا يدي فبالفعل فبالفعل كارو وبها يدي للمذكر وعليج للمذكر كارو يدي فريجلي ساقبوا يدي وريجلي المخطوطة الثانية اللي اتكلمت عنها المرة اللي فاتت واللي عرضتها في الملف الأول اللي هي مخطوطة قمران باسم نهال هيفير اللي جاية فيها كلمة كارو اللي فيها كلمة يديه يديت بالمؤنس فقط خطأ بسيط لكن كلمة كارو واضحة هي فقط بها هي زائدة بعد يدي لكن رجلي زي ما عندنا وليس للمؤنس كل ده لا يغير ان مخطوطة قمران الكلمة هي ايه كارو واضحة لاي انسان امين لا يدلس فلو سياق الكلام المخطوطة دي لانها ترنيمة مبنية على المزمور فكتب الثقب وغيرت التصريف بتاع يدي مفيش اي اشكالية ادعاء ان المعنى ان جماعة اشرار احاط بي كاسد يدي ورجلي ده الاسد ده مقصود بيه داود داود بيقول كاسد يدي ورجلي بيدي ورجلي اولا تأكدنا من الادلة الخارجية والداخلية ان اللفظ هو كارو يعني ثقبه الحقيقة ان دا برضو يخالف حتى ترجمة اليهود اللي غيروا المعنى عشان يلغوا ان هو نبوه عن المسيح يعني حتى هم ان عملوها ايه they are at my hands and my feet فحطوا كلمة they are واضافوا فعل عند قدمي عند يدي ورجلي وطبعا كلام ده كله مش موجود في النص العبري ما قالوش ان دا عن داود ترجمتهم مثل اسد يكون عند يدي ورجلي بل كمان اللي بيدعيه هذا المشكك واللي بيتبع فيه احد الربوات الحداسة الغير اماناء يخالف تفسير راش like a lion my hands and feet بيتكلم على ايه ان هما انطحنوا زي الاسد او زي فم الاسد يدي ورجليه ويستشهد بايه بحسقيال وفي اشعاية 38-13 الترجمات اليهودية المختلفة قالت عضوا كاسد يدي ورجليه كسروا الى قطع كاسد يدي ورجليه بل لما يستخدم معنى كاسد للعظام دايما نتكلم على التحطيب زي اشعاية 38-13 اللي بيستشهد بيها راشي صرفت الى الصباح كاسد هكذا يهشم جميع عظامي يعني ما بيستخدمش حد يقول يقول ايدي قوية فيقول ايدي ورجليه كاسد لم يستخدم هذا التعبير ولا هذا التشبيه في العهد القديم لكن حتى مزمور 22 حتى لو هنتماشى جدلا كآري كاسد لا نجد فعل ولو اراد يقول كاسد يدي ورجليه عن داود كان يقول كاسد كان يدي او كانت يدي ورجليه او كانت يدي ورجلي كاسد ولكن الجملة بدون فعل وعشان كده زي ما اشرت في الجزء السابق اللي تكلمنا عنه المرة اللي فاتت اضطر اليهود في ترجمتهم يضيفوا افعال هي مش موجودة في النص العبري عشان يبقى الجملة لها معنى ليه؟ لان بدون فعل كارو ساقبو الجملة ما لهاش اي معنى مهما نحاول يتفلسفه الحاجة الاخرى المعنى لا يتفق مع سياق الكلام اللي بتكلم عنه المزمور احاطوا بيه ثيران كثيرة اقوياء باشان اكتنفتني فغروا علي افوها هم كاسد مفترس مزامجر لما يشبه بالاسد بيتكلم على التحطيم العض الاكل الافتراس كالماء انفصلت كل عظامي صار قلبك الشامعة قد زاب في وسط امعائي يبست مثل شقف قواتي ولسق لساني بحنكي وإلى تراب الموت تضعني لانه قد حاط بيه كلاب جماعة من الاشرار اكتنفتني الكلمة مناسبة ثقبوا يدي ورجلي احصي كل عظامي هم ينظرون ويتفرسون يقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباس يقترعون كل كلام مسياق كلام داود في المزمور النبوة عن الضعف الجسري وقوة الاعداء ده اللي بيقول في الاعداد اللي قبله والاعداد اللي بعده قلبه داب كل عظامه انفصلت انسكبت يبست قوته الى التراب ويكمل بعد العدد احصي عظامه ثيابه تقسمت يجي في النص كده يصلح ان يقول بس ايدي ورجليه زي الاسد سيريس ليه قلبه داب عظامه انفصلت خدوا ملابسه اقتسموها كل الكلام ده كله بس ايدي ورجليه زي الاسد بس ايه رأيكم انا تبهدلت وتقطعت هدومي وحصلت فيها كل المصايب دي بس ايدي ورجليه كانت زي الاسد ايه الكلام ده ايدي ورجليه زي الاسد لكن قلبي داب وعظامه تكسرت وهدومي تقسمت مش عارف اقول ايه لكن المعنى المناسب تماما لسياق الكلام انه يقول سقبوا يديه ورجليه وهو المناسب لسياق الكلام ووصف الموقف الصعب اللي بتوصف النبوة انه قلبه داب انسكبت عظامه سقبوا يديه ورجليه واقتسمت سيابه واحصوا كل عظام الرد على الادعاء الخامس ده ما اقتبسهاش العهد الجديد لو كانت نبوة كان اقتبسها العهد الجديد الحجة الخايبة اللي دايما يكرروها رديت على نفس الادعاء سابقا عدة مرات اولا احنا عارفين نبوات العهد القديم اللفظية تعدت 460 نبوة واضحة ده بالاضافة للرموز اللي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول واحنا عارفين ان العهد الجديد 27 سفر هل المطلوب من الكاتب كل سفر في العهد الجديد ان يقتبس كل نبوات العهد القديم في سفره عشان يوضح ان هي نبوات ده ايه ده ده يستلزم ان يكتب العهد القديم في السفر بتاعه كل مرة ولا يقسموها على بعض كان مفروض يوجد كتاب العهد الجديد يتصلوا بالتلفون وانت أخذ النبوة من كذا لكذا ويحنا ياخذ نبوة من كذا ولكن يشرحوا بعض النبوات وليس كلها الحاجة التانية العهد الجديد وبخاصة الأناجيل اللي هي بيها أكتر الاقتباسات دايما ماشية بأسلوب واضح كتير تقتبس جزء من النبوة عشان تشير إلى النبوة بالكامل فاقتبست كتير من النبوات تتكلم على حياة وألام الرب يسوع المسيح جزء منها وإشارة بالكامل لسياق النبوة بمعنى زي نص كبير زي أشعياء بصحاح كامل 53 اقتبسوا جزء واحد منه إشارة لكل الإصحاح مزمور 22 نفس الأمر يكفي اقتباس جزء صغير إشارة للنبوة بالكامل فده المزمور تم اقتباسه جزء منه أو خاصة أول عدد فيه إشارة لمضمون المزمور بالكامل بكل ما تنبع عن أحداث الصلب بما فيه من رب يسوع المسيح نفسه على عود الصليب فمزمور 22 عدد واحد جهف متى 27-46 وجهف مرقص 15-34 عدد 18 جهف متى 27-35 وجهف يوحنة 19-24 عدد 22 جهف عبرانين 2-12 الحاجة الثالثة يوجد نبوات كتيرة في العهد القديم ذكرت نفس الأمر بطرق مختلفة لتأكدها فعهد جديد لما بتيجي عدة نبوات بتتكلم عن نفس الأمر بياخد واحدة منهم مش بياخدهم كلهم وزي ما شرحت سابقا أن هناك كم ضخم من النبوات في العهد القديم اللي زي مثلا بتعلن لهوت المسيح من نفس الفكرة في ملف لهوت المسيح من نبوات العهد القديم هل كان لازم يقتبسهم بالكامل؟ لا مثال أو اتنين منهم كفاية بل أول نبوة عن تجسده اللي هي تكوين 3-15 دي أصلا ما اقتبسهاش نصا العهد الجديد ليه؟ لأن في نبوات أخرى حملت نفس المعنى عن تجسده ولكن أوضح أحيانا عشان كده اقتبسها العهد الجديد وفي مثالنا النهاردة يوجد نبوة تانية تحمل نفس المعنى عن الثقب أو عن الطعن وده اقتبسها العهد جديد زي في سفر زكريا 12-10 وقفيد على بيت داود وعلى سكان أورشاليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إليه الذي يطعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرار عليه كمن هو في مرار على بكر جاءت نفس الفكرة ونفس المعنى في النبوة واقتبسها إنجيل يوحنى صحيح 19 عادة 36 عظم لا يكسر منه وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إليه الذي طعنوا حاول لحضراتكم شيء مهم ويمكن أول مرة تسمعوه ما عرفش لكن أعتقد الفكرة طلعت من عند من زمان لما كتبت هذا الملف هشرح لكم قاعدة ممكن لو دققتوا في العهد الأديم والعهد جديد تلاقوها ممكن ناس كتيرة ما تاخدش بالهم منها إحنا تأكدنا بما لا يدع مجل الشك بمعنى الأمر كلمة كارو ثقب بأدلة قطعة من مخطوطات ومن ترجمات قديمة ومن كتبات يهودية قديمة ومن تحليل داخلية كثيرة وغيره لكن إيه رأيكم؟ هنمشي جدلا أن الكلمة كاري أو كاري كأسد أو زي ما قال مفسرين يهود هي يقرؤوها كارو مكتوبة كارو يقرؤوها كارو ولكن ينطقوها كاري يعني يقروها موجودة في المخطوطة كارو ولكن يقولوها كاري كأسد كويس؟ حتى هنتماشى جدلا مع الكلمة اللي غيروها وبرضو اليهود لما غيروا الكلمة أو غيروا الحرف الواحد أو اطلخبطوا فيه برضو ما كانوش دقيقين ومعرفوش ينجحوا ينلغوا أنه هو على الرب يسوع المسيح يعني أنا دلوقتي هتماشى جدلا أن الكلمة اللي موجودة في مزمور 22-16 هي كاري يعني كأسد مش ساقبه إيه رأيكم؟ طب نشوف الكلمة دي فيه أسلوب أدبي للتعبير عن الفعل تستخدم عن الفعل بالحيوان المميز اللي يفعل هذا الفعل إيه الكلام ده؟ أضرب أمثلة حتى موجود مش في اللغات بس القديمة ده موجود في اللغات الحديثة يمكن مش موجود قوي في العربي إلى حد ما ولكن موجود فيه لغات تانية على سبيل المسال لما يقولك كلمة حرفيا مش يلا بينا نخنزر ولا يلا بينا نبقى خنزير لا هو ميقصدش خنزير خالص هو يقصد الفعل المشهول للخنزير اللي هو شهوة الأكل ناكل كتير فلما يحب يقولوا يلا ناكل كتير let's pick out ويستخدم الحيوان بديل للفعل المشهور فpick out يساوي فعل eat a lot or eat excessively تعبير حتى برضو في الانجليزي stop horsing around يعني ايه توقف عن الحصان حوالين لا ده معناه توقف عن اللعب بعنف واللف والدوران فيستخدم الحيوان المشهور في القوة والاندفاع أثناء الدوران الحصان نفس الأمر يشبهه في العبري بال موجود في العهد القديم بوضوح فلو العدد يقول كأسد يدي يديا ورجلي هو فشال الفعل اللي تعمله أو يعمله الأسد أو أنياب الأسد ايه هو الصقب واستخدمت اكشولي مش بس في العهد القديم بده استخدمت في نفس المزمور في عدد اتناشر يقول أحاطت بيا ثيران كثيرة ايه اللي مقصود بثيران بيقصد على أقوياء بشان على عنفهم واندفاعهم فاستخدم الحيوان المعروف بالاندفاع الثيران وما قالش اندفاع بل اكتفى باسم الحيوان ايضا في عدد ستاشر لأن قد أحاطت بيا كلاب بيتكلم على أسلوبهم البربري فاستخدم كلمة كلاب وما يذكرش الصفة أو الفعل بل يذكر الحيوان المميز بهذا الفعل في عدد واحد وعشرين خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب ليه قرون بقر الوحش المقصود بيها الطعن العنيف ما ذكرش الطعن لكن ذكر الحيوان اللي يقوم بهذا فقرن بقر الوحش والأسد أيضا أنيابه للصقب فحتى عدد واحد وعشرين يتكلم عن هذا الأمر فم الأسد مقصود بالصقب وقرون بقر الوحش مقصود بالطعن فحتى لو أسد عضت من أنياب الأسد اللي في عدد واحد وعشرين ولو حندعي أن العدد ستاشر بيقولك أسد هي المقصود بيها اللي زي الصقب زي بالمسامير الصلب اللي تسقب اليدين وقرن بقر الوحش اللي هو الطعن واللي طعنه المسيح على عود الصليب فذكر الحيوان وما ذكرش الفعل ده لو تماشينا جدلا فرغم أننا تأكدنا لفظا تأكدنا أن اللفظ بوضوح بالمخطوطات وكل الأدلة بما فيها العبرية وليس المسيحية فقط أن الكلمة لفظيا بما فيها مخطوطات قمران ثقبوا لكن حتى لو تماشينا جدلا في أن اللفظ كآري أي كأسد لو تماشينا معاه جدلا زي القاعدة الأوريطة لحضراتكم بكل هذه الأمثلة بما فيها في المزمور نفسه يكون المقصود من لفظ الحيوان الفعل اللي يقوم به هذا الحيوان يعني سقبوا يديه ورجلية أو في عدد 21 كقرن البقر المقصود به الطعن ويكون ذكر الحيوان بدل الفعل وعشان كده كان عند اليهود كارو مكتوبة اللي هو الكتيف ويقرؤوها كاري الحيوان صاحب الفعل فيقروها كاري وعشان كده يمكن غلطوا فيما بعد وتحولت بحرف الفاف لليود فهي بتتقري كارو أو مكتوبة كارو تتقري كاري ده القصة باختصار شديد وقادي سبب اللي حصل الخطأ في مخطوطات زي لينجرادو ما بعدها من العصور المتوسطة أو الحديثة ولكن حتى لو تماشينا مع هذا كأسد هو أكشل ما يلغيش النبوة ده يأكدها زيادة لكن يؤكدها من وجه آخر الحيوان ده مشهور بالفعل إيه ولكن أكرر الأصل العبري هو كارو كل ما يفعلوه من مجادلات وحجج واهية وآسف والتدليس يوضح أن إزاي الشيطان فعلا منزعج جدا من قوة هذه النبوة الوضحة عن صلب المسيح والاستشهد بها المسيح بنفسه عن عوض الصليب في تعبير إله إلهي لماذا تركتني إشارة للمزمو الذي يصف الصلب بوضوحه أحاجة أخرانية أوضحها لحضراتكم وأيضا أعتقد يمكن ما سمعتهاش قبل كده وحتبقى يمكن معلومة جديدة للبعض إن ما كانش للكثيرين فأرجو أن حضراتكم تركزوا فيها دي أستسمحكم في هذا الأمر شكرا أستاذ شلامة كاري معناها أحفر أو أحرص بالأرامي أشكرك جدا وطبعا اليهود كانوا متأثرين بالأرامي فترة طويلة ربنا يبارك حضرتك مين قال إن النبوة الوحيدة اللي موجودة عندنا عن سقب يدين أو تعبير سقبه هو ده بس في مزمور 22-16 أنا لسه قايل لحضراتكم طبعا سفر زكريا ولكن أكشو اللي عندنا عدد تاني مش واخدين بالنا منه بسبب الترجمات زكر استخدام التعبير يعني سقبه أيضا العدد الشهير جدا في النبوة عن المتألم اللي هو طبعا الرب يسوع المسيح اللي في أشعاعات 53-5 ولكن كتير ما يخدوش بالهم منها وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شوفينا مجروح في العبري مخلال من كلمة خلال وخلال فعلا تعني جرح ولكن نوع الجرح إيه مش جرح يعني بيبر كت لا مش جرح بسيط ده جرح ثاقب اللي هو يسموه جرح قطع جرح نافذ كثقب جرح مميت زي جرح طعنة أو ثقب كلام ده قدام حضراتكم في قموس زي براون من معاني الكلمة بيرس ثقب أو طعن آدي قموس قدام حضراتكم والكلمة دي جات برضو في مزمور 109 عدد 22 فإني فقير ومسكين أنا وقلبي مجروح هو أكشولي مثقوب بسبب طعنة الصليب في داخلي طعنة الحرب وأشعياء 51 وحسقيال 28 عشان كده تراجم كتيرة مش كتيرة قوي في آسف في أشعياء 53 5 اللي هو مجروح لأجل معاصينا كتبته مصكوب He was pierced because of our transgressions زي HCSB والH New Version والCSB والNAS بالتعليقاتها النقديا والNAB والNew International Revised Version والNew International Version كل دولة وNew International Version UK كل دولة كتبوا بيرسد قدام حضراتكم كل دول فحتى لو حاولوا بكل قدرتهم وعدم أمانتهم إنكار أن النبوة مزمور 22-16 هي نبوة عن ثقب يدي المسيح ورجليه رغم أن المزمور واضح ينطبق على صلب المسيح فأشعياء النبوة المشهورة عن المتألم المنصايا المتألم عدد 53-5 تنبأ أيضا أنه هيكون مصكوب بالمسامير أيضا أمر آخر واللي يحب يرجع له بس أكتفي بهذا القدر ما طولش على حضراتكم أكتر من كده في مخطوطة مشهورة من مخطوطات قمران من قبل الميلاد من قبل المسيح باسم المخطوطة إيه؟ اسمها الميصايا المثقوب دي ترجع لمنتصف القرن الأول قبل الميلاد من مجموعة مخطوطات قواعد الحرب مكتوبة بالنص العبري قالي سورتها قدام حضراتكم واللي عايزها بالتفصيل اللي هي مخطوطة 4Q285 والمشهور عنها أن اسمها الميصايا المسقوب بيرسيد ميصايا عرضت نصها بالكامل وترجمتها وتحليلات العلماء لها في ملف الميصايا في الفكر اليهودي ومخطوطات قمران تؤكد نفس الفكرة أن المفهوم اليهودي القديم اللي فهموه من النبوات أن الميصايا سيسقى بيديه ورجليه وعشان كده تكلمت وذكرت على فكرة رئيس الكاهنة هذه المخطوطة بعد كل ده اللي هيصر على الرفض رحته ما عندناش إكبار لكن هو وضح أنه هو اختار الرفض مش عشان أدلة لا لكن هو أثبت حاجة واحدة فقط إنه ما فيش حاجة اسمها أدلة هتقنعه هو اختار الرفض وخلاص على كده أكتفي بالقدر ده وخلاص أعتقدنا روعت وضقة هذه النبوة اللي بيقيت وضحة قدام حضراتكم ربنا يبارككم واسف لو كنت قطأت